أكدت توزيرة التنمية المحلية من العوض أن ملتقى بنات مصر في نسخته التاسعة والمنعاقد تحت عنوان فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية يمثل حدثا هاما لدعم مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية والطاقة وتعزيز الاستثمار خاصة في ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من طفرة تنموية حضرية بجميع المحافظات وخلال مشاركتها في الملتقى أكدت توزيرة التنمية المحلية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي أكبر مبادرة تنموية تشهدها الدولة المصرية في تاريخها يتم تنفيذها في 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى منها وهي تجربة تنموية رائدة تلقى اهتماما مستمرا من الرئيس عبدالفتاح سيسي ومتابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر